أنه اللي قاعد يكشف القضية واللي قاعد يحقق في القضية ما هو النيابة العامة اللي يكاشف القضية ويتابع القضية هو صحفي يسمي نفسه صحفي أمني موجود خارج البلد موجود في الكويت يطلع التفاصيل النيابة مجرد تلاحق وشيقول هذا الصحفي تروح تجمع هذه المعلومات ولو ما كان في هذا الصحفي الأمني ما كان فيه قضية سلام عليكم طبعا هذا الرد فقط لمتابعيني اللي أنا حبهم ويحبوني وأهل الحكمة والعقل اللي يحكمون يبدون يرجعون لحق المواضيع القديمة ويعرفون إذا أنا كنت صحيح ولا لا وفضل رب العالمين كل الكلام اللي قلته أكدوه حتى في جهات رسمية مو بس أنا اللي تناولت الموضوع كثير من الصحفيين والقنوات الرسمية تناولت نفس الموضوع لكن شمعنا أنا بوضح لكم شنو هدف في البرنامج اللي أمس حرض علي خصوص الموضوع اللي أنا حطيت لكم المقطع اللي نشرته في السنابل السابقة شنو مشكلته معاي تابون أصدمكم هذا تليفوني شوفوا أمس راسلني أهو قبل البرنامج طبعا شوفوا التاريخ ما مبين بعد أخ العزيزي معاك عبدالله مديثر مقدم برنامج اللي وان عروتانا أبي أكلمك أنا ما بي أكلمه غصب ما بي أكلمه ويا عبدالله مديثر أنا عارف أنك تبي برنامجك ينجح ووجودي أنا راح يسوي لك شو وكذا أنت بس ذكرت اسمي أصلا طول رمضان وأنت تشتغل ما حد عرفك إلا أمس نما جبت بس طاري يعني صارت رند وكذا فمبروك الشهرة يعني وعلى فكرة ترى هذه مو هي أول مرة أن يراسلوني روتانا خليجية راح أحط لكم بعد غير عبدالله مديثر واللي أنا كلهم رفضتهم شوفوا السنابل جاية وعلى فكرة ترى ما هي أول مرة يكلموني روتانا وأنا أرفض أني أطلع يا أخي أنا ما أحب الإعلام يعني جد جد أتكلم يعني أنا ما أحب الشو الإعلامي وكذا أدي رسالتي وانتهى قسم بالله ولا أدور متابعين ولا أبي نما أمشي بالشارع أحد يعرفني شوفوا هذا تريفوني في تاريخ متى أربعة مايو موسى الموسى من روتانا خليجية كذلك ما رديت عليه هذا رقامهم ترى يعرفون رقامهم يعني ما رديت عليه في محاولات كثيرة من روتانا يعني أنا ما بيني وبينهم شيء أبد والله لكن أنا ما أحب أطلع يعني أتحداكم أحد يلقالي أي لقاء تلفزيوني إلا مرة واحدة ضغط علي ما روتانا بس اللي اعتقد اللي فيه جدة وخوش رجاله محترم طلحت إياه والله أنا أصلاً ما عندي مشكلة مع أحد لكن ما أحب أطلع ما أحب أحد يعرفني وهذا تلفوني مرة ثالثة أخت طبعاً هذه من روتانا وكلمتني ويعرفون رقامها تشوفها أنا بقام بطلع أرقامهم علشان الناس يعني لا يأذونهم لكن هذا شوف طالبيني نبيك تكون معانا والأسئلة اللي أنت بيها راح نسئلك إياها لكن أنا أرفض تحاول تواصل معاي الله يخليك يا بوطرال الله يخليك أنا عارف أن اسمي بس ممكن أني نجح برنامجهم لكنهم ما هم عارفين أن أنا رجل أدي رسالة إعلامية أتناول قضايا في جميع دول الخليج ودول العربية ودول العالم أبداً ولا ليه هدف أني يعني أستقصد أحد لكن لما زع المديثر أمس زج اسمي بالبرنامج وأحرج الممثل عن الجهة الحكومية فرجل شي طبيعي يقول أنه راح نرفع يعني قضية على أي شخص تناول القضية وقال في صحفيين وهذا الرابع مادر الخامس والبناي ونعم فيهم كلهم شوف متى متى مراسلني خانا بيلكم متى الرسالة علشان ما يبين صورته شوفوا من سبعة مارس أنا أرفض أطلع أهم مفهمين ما يعارف ما في صحفي بالخليج اللي أنا هذا دليل على أن أنا صحفي فعلا متمكن هم عارفين ترى ترى هذول ناس تشتغل صحي وعندهم معدين وعندهم باحثين وعندهم عارفين عارفين أن أنا فعلا يعني كل كلام اللي قلتها كان يعني ثابت يعني على أرض الواقع الصحف والقنوات الرسمية كلها غطت الكلام اللي أنا قلتها ولأ أكرروا الكلام اللي أنا قلتها شنو الإشاعة اللي طلعتها ما أنا عارف حتى اللي قاعد يهاجموني مو عارفين شى الصالفة لو تسأل واحد فيهم بتقولها زين أوكي شنو أخطبوا طلال خاطفت الدمام وتم الحكم خاطفت الدمام وتم الحكم عليها أو طالبوا بالحكم عليها وجهوا لها النيابة التهمة والعيال اللي أنا ذكرتهم حتى يعني كنت أول من قال أن هذا موسى الخنيزي هذا العماري هذا القرادي وفعلا طلع كلام صح ورحوا لها لهم والله يسعدهم إن شاء الله شنو الإشاعة اللي طلعتها ما أنا عارف وهذه الإخت الخامسة شوفوا من تاريخ واحد مارس السلام عليكم آيات موسى من برنامج يا هالة روتانا خليجية ونعم فيهم كلهم لكن أنا ما رديت على أحد وكلموا مدير أعمالي وقال لهم بطلال ما يطلع ما يحب يطلع بالتلفزيون ولا بلقاءات صحفية ولا شي مو بس روتانا ترى أقسم بالله العظيم لو أدور الشهر كان كل يوم تشوفوني على محطة وناس عبالهم إننا لا والله أهم يتصلون علي مرات يتصلون على محامي يترجونه محامي موجود ويثبت هالكلام وعنده رسائل وكذلك مدير أعمالي أنا أرفض أطلع أنا ما أدور متابعين ولا أدور شهرة ولا عمري طلعت بشكلي لأني أنا ما أهتم لهالأمور أنا عندي رسالة أقدمها بضمير والله عز وجل يشهد ولوجه الله تعالى وأقدم المساعدة والله أبدا لا عمري طلبت من أحد شي ولا دورت معارف وكشخة ونهاية الكلام أحب أبارك لأخوي لم ديثر أنه صار معروف لأنه أصلا طول الرمضان يشتغلوا والناس ما تعرف أصلا برنامجة إلا أنا مذكر اسمي أنا ما حسدك الله يرزقك إن شاء الله وهذا نصيبك كنت شاطر ذكي ذكي إنك جبت اسمي يعني من وراء تريلات ولزكتها فيني لكن الناس عندها عقل وتفهم وتحكم بالحق وشي ثاني أبي أشكر كل شخص يعني دافع عني وما رضى بالظلم وقال الحق وقص الحق من نفسه الله يبيض وجيكم وفعلا وقت الشدايد واحد يعرف من اللي معاه ومن اللي عليه لكن أقول لكم نهاية الكلام ولا يهمكم وفمان الله مع السلامة اشتركوا في القناة